اشتركوا في القناة القمر رح يستقر في برج الحمل طبعا هو لسه في مرحلة خلو المسار ورح يستقر فيها تماما خلو المسار تقريبا نقدر نحيي انه بدأ ساعة 2.33 دقيقة بتوقيت جرينيتش بعد العصر ورح يستمر لغاية الساعة 8.21 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وهذا بيعني انه الفترة ما زلنا في فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهمة لتوقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا بالنسبة للقمر رح يتواجد ساعة 7.21 دقيقة مساء في منزلة الشرطين بتوقيت جرينيتش وهي جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا من الافضل عدم البدء باي شيء جديد هي جيدة للعلاج زي علاج الاسنان او العيون او فحص العيون او اشياء العلاقة بقص الشعر العمليات الصغرى تقليم الاضافر يعني الشغلات اللي بتخص التزيين ورح يستمر مقوته في هاي المنزل لغاية الساعة عشرة واربع دقائق مساء من الليلة القادمة وبعدها رح ينتقل لمنزلة البطين او البطين اما بالنسبة للقمر زي ما حكينا انه رح يستقر ساعة 8.21 دقيقة مساء في برج الحمل وبالفترة هاي بنشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون اكثر تصميم واكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل انه نتسرع في تصرفاتنا وممكن نتهور ايضا يجب ان نحذر اكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ ايضا في هاي الفترة ان اقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يقعنا في متاعب مشهدات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون اكثر عدوانية في فترة وجود القمر في الحمل يستحسن اجراء فحص للعيون اذا استدعى الامر لذلك وبرضو يعني بعض الاشخاص اللي بيحبوا يجربوا حظهم ولكن انا ما بنصح فيها لانو وضعي الزوايا بتدل على الخسارة بتدلش على الحضوض والمكاسب المالية اللي بتيجي من اوراق الياناصيب او المراهنات بس بالفترة هاي بتقدر تدخل تعديل على قصة الشعر او اقامة حفل ما اما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل اليوم هم الزاويتين والزاويتين هدولة من الزوايا البطيئة اللي صارنا احنا فترة منحكي عنهم في توقعاتنا اليومية اللي هي اول زاوية اليوم اوجها هي زاوية التربيع سلبية بين الزهرة والمريخ رح تكون في تمام الساعة 9 و 11 دقيقة قبل الظهر بتجعل التفاهم مع من حولنا صعب واكثر المتضررين هم المتزوجون واللي عندهم علاقات غرامية لانها هاي بتخلق لهم مشاكل عاطفية لها توابع سلبية تدفع على الطيش وللإفراط وهذا التحويل غير مناسب لعلاقات الحب الجديدة وتوقيع العقد بتدل على الجميع او دوليا بتدل على ازدياد اعمال العنف والعدوان خصوصا ضد النساء وزيادة الحوادث وخصوصا زي حوادث الاقتصاب والفضائح الجنسية الخيانة الزوجية الاشياء هاي وهي فترة غير مناسبة لا لا الاستثمارات المالية ولا لطرح من توجد جديد للأسواق فنية اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التزديس ايجابية بين عطارد والزهرة راح تكون في تمام الساعة 8 و 31 دقيقة مساءا وبما انه الزهرة منتحسة وعطارد ايضا بمرحلة انتقال فما راح يأثر كثير او ما راح تعطي هالتأثير الكبير على الموضوع لانه زي ما حكينا عطارد هو كوكب منافق دائما مع المنتحس بصير نحيس ومع الايجابي بصير ايجابي وبما انه الزهرة منتحسة معناه عطارد ما راح يعطي هالتأثير الكبير ولكن هاي الزاوية اجمالا بتعزز المواهب الفنية والادبية والهوايات اما بالنسبة للقمر بما انه راح يكون في برج الحمل خلو المسار القادم بيكون يوم 6-9 في تمام الساعة 44 دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة 48 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعدها لبرج الثور عمر القمر القمر انحسار المكتمل 17 يوم في تمام الساعة 5.5 مساءا بيصبح 18 يوم نسبة الاضاءة 90% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى 22-9 المزاج سعيد القمر في الحمل حتى يوم 6-9 المزاج ممتزج رغم انه ما بيشكل زوايا الا الزوايا اللي اتكلمنا عنها يوم امس اللي زاوية التقليف بتيجي مع المشتري وهي يعني من الزوايا اللي راح تنفصل اساسا او مع الكواكب البطيئة اللي موجودة في برج الجدي وبرضو انها بتشكل زاوية بشكل زاوية يعني برضو ما راح تكون بالقوة فعشان هيك راح يظل يتقلب بين سعيد ونحيص طول اليوم اما بالنسبة لعطارد عطارد في العذراء حتى يوم 5-9 المزاج سعيد الزهرة في السرطان حتى يوم 6-9 المزاج منتحس المريخ في الحمل حتى يوم 9-9 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه طبعا منتحس المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12-9 مزاجه منتحس زحال في الجدي بيتراجع حتى يوم 29-9 مزاجه منتحس اورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 2021 مزاجه منتحس نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه منتحس بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما أن القمر دخل على برجك معناة اليوم النفسية عندك أحسن مشحون بطاقة كبيرة بتصير تقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم يعني بمعنى آخر أن الفترة هاي حان الوقت لحسم الأمور العالقة ممكن تسمع جواب كنت بتنتظره أهم مش أنك تتحرك وما تنتظر أن الفرصة تيجي لعندك أنت بدك تروح تبحث عنها وما تضيع الوقت يعني هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع البدايات الجديدة والمناسبة لإلك أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا عندك أنت أورانوس أورانوس اللي بيعزز بعض النقاط المالية اليوم في فرص لمكاسب مالية عادة بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم في منكم ممكن يحصل مبلغ مالي كان موعود فيه أو ينجح بمكاسب مالية حتى لو طفيفي على مستوى أرباح أو مراهنات أو شيء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات سرعة البديهة عندك اليوم بتصير قوية يعني بتتعزز الطاقة عندك بشكل أكبر الأهم أنك تحافظ بس على ردات فعلك العصبية اللي في لحظات رح تفقد السيطرة على حالك يعني حاول أنك ما توجه انتقاد ولا تكون لاذع بالكلام وحاول تضبط أعصابك قدر الإمكان ما فيه داعي لا يعني أنك تفقد السيطرة اليوم ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار وممكن يكون لك اهتمام بأشياء لها علاقة بالإلكترونيات أو بالسيارات أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا بيت البيت هنا بتكون تهتموا بمسائل لها علاقة بالبيت ممكن شوي نفسيا تكون متأثر أو فيه أشياء متراكمة عليك من الفترة الماضية ممكن واجبات عائلية زيارات اهتمامات ترتيب ممكن مجاملات ممكن فيه عندك حدث معين في البيت بتطلب منك استقبال المدعوين وهذا إشي لحاله ممكن يكون مرهق بالفترة هاي من كثر الانشغال وبرضو اهتمامات بمسائل لها علاقة بأفراد العائلة ممكن شوي تكون حساسة لأنه برضو حكينا الزهرة في البيت الرابع وهي بتسبب لك بعض الخلافات على أمور لها علاقة في البيت أو العقار أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها إيجابية اليوم على المستوى العاطفي بتقدر تعزز عاطفتك وبتقدر أنك يعني تخرج بلقاء أو نزهة مثلا أو هواية معينة بتحب تمارسها برضو الحساسية عالية جدا من ناحية عواطف يعني جياشي عندك بشكل كبير ممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء طبعا القمر تزديس مع هاي الزاوية أو مش تزديس هي زاوية شوي من سميها احنا فيها نوع من أنواع الصعوبة هو بيتك السادس فعشان هيكي منقول لك أنه دير بالك من أشياء لها علاقة بالعمل ممكن يتراكم عندك عمل ما أو ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أهم شيء أنك تحافظ على انفعالاتك وما تنفعل وما تتوتر أثناء تعاملك مع زميل أو مع رئيسك بالعمل أو في مكان عملك أو حق الإختصاصك حتى لو كانت ست بيت يعني بدا تنتبه لأنه ممكن الإشي يكون على غرار عملها داخل المنزل أو داخل البيت ممكن تصير متاعب عندها أو مشاكل أو إصابات تكونوا منتبهين أثناء عملكم في البيت أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء يعني على مستوى بيت الشراكي تقريبا شيئا ما جيدة يعني بتعزز من نقاط الطلاق ما بينك وبين الشركاء أو ما بينك وبين الزوج بالفترة الأجواء بتحمل نوع من أنواع الإيجابية الجيدة ولكن الأهم سيطرة على إنفعالاتكم وعدم توجيه اللوم أو الانتقادات المباشرة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء ضاغطة على مستوى الأموال المشتركة فعشان يكبر نقول لك ما تجازف وما تغامر وما تراهن وما تبدأ بشيء جديد اليوم حاول أنك تعمل الأعمال المعتادة ممكن تتعطل بعض المسائل اللي إلها علاقة بمستردات مالية أو نفقة مثلا أو أمور إلها علاقة بقرد معين أو ممكن طالب مساعدة أنت من شخص أو دعم معين ولكن في اليوم هذا ما رح تمشي الأمور مثل ما بدك أما بالنسبة للبيت التاسع الأجواء يعني روتينية على مستوى الاتصالات الخارجية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بدراسة مثلا أو طلاع على موضوع سياسي أو فلسفي أو ديني ممكن تنشط بالنقاشات أو حوارات أو تنقبلات بالشوارع المفتوحة أهم شيء أنك تكون حذر إذا كان عندك امتحان أو مقابلة حاول أنك ما تعتمد على الحظوظ يعني بدك تدرس وتستعد بشكل جيد وتحاول أنك تضبط أعصابك لأنه اليوم برضو ممكن تتلقى خبر أو إشارة أو معلومة يعني شوي يعني هيك تسبب لك نوع من أنواع المفاجأة أما بالنسبة للبيت العاشر فها طبعا بيت السمعة برضو منرجع منقول أنه موليد العشرية الثالثة أكثر ناس بدون يكونوا منتبهين على سمعتهم لأنه الفترة هاي ضاغط عليهم ما يجازفوا ما يغامروا ما يدخلوا بأي شيء مشبوه حاولوا قدر الإمكان ما تخالفوا القوانين وخلوا علاقتكم جيدة مع زملائكم أو رؤسائكم بالعمل وحاول أنك ما تتغيب وما تهم العمل معين أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة على مستوى الأصدقاء فممكن تنشط اليوم إما بلقاء أو جمعة أو مناسبة معينة وفي منك راح يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يكون عنده اللقاء في البيت مثلا مش في مكان آخر يعني عندك المناسبة للجمعة هاي أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا نبتون اللي بيخلي الأوهام ما زالت في أمور ضاغطة على المستوى الصحي أو على مستوى العمل أو أوهام أو أفكار تتعلق بهاي المسألتين حاول قدر الإمكان ما تخليها تسيطر عليك حاول ما تهمل علاجتك أدويتك برضو إذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك وحاول أنك برضو يعني تراقب غذائك بشكل جيد لأنه الفترة هاي في قابلية لنزول الدم عندك أو يعني فقر الدم فعشان هيك راقب موضوع الدم عندك أو الضغط برج الثور طبعا القمر الآن دخل على بيت المتاعب واستقر فيه فعشان هيك بلشتوا تدخلوا في مرحلة صعبة شوي هاي بتضغط عليكم نفسيا بتضغط عليكم بتوتركم شوي بتسبب بعض الأعطال أو التعطيل في بعض المسائل الأمور ما بتمشي مثل ما بدكم شوي المزاج عندكو بصير حاد وخصوصا أنه بيت متاعب والمريخ موجود فما في داعي للمغامرات أو المجازفات أو المشاحنات أو المشاكل على أنواعها حاول تضغط عصابك ما في داعي لن اندفاع أو التهور حابل برضو أنك ما تبدأ بأي شيء جديد بالأيام هاي لحد ديتما القمر يوصل عندك زي ما حكينا يوم ستة الشهر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على مستوى الأموال يعني تقريبا بتفتح لك بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالوضع المالي ممكن أنه يعني تحصل بعض الأشياء البسيطة وهي أنا مش شايفها قوية كثير أنا شايف أنه فيه مصاريف ودفعات فيه التزامات وفيه برضو نوع من أنواع التبذير في بعض المسائل راقب وضعك المالي ممكن بعضكو يشهر بنوع من أنواع الضغط أو يكون عليه بعض المطالبات أو الاستحقاقات أو المصاريف الإضطرارية اللي بتكون عبئ أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا برضو بنرجع للزهرة اللي بتضغط عليك نفسيا فعشان هيك بتوترك في بعض المسائل بتخلي عندك حساسية عالية جدا أثناء الحوارات أو النقاشات ممكن أنك تحلل الأمور كأنه بتتوجه لك إهاني أو مقصود بالإهاني أو تقليل من شأنك أو حتى مواجهتك وتسميعك كلام ممكن يكون لاذع ما تخلي نفسيتك يتأثر عليك بشكل كبير وما تخلي ردات فعلك تكون سلبي يعني حاول تكون مرن وأعرف كيف ترد بدون ما تثير المشاكل أما بالنسبة لتنقلاتك وحواراتك بدك يتركز بشكل جيد واللي عنده امتحان بده يستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء على مستوى البيت تقريبا منقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الاستقرار يعني الأجواء مش صعبة كثير بالعكس هي بتفتح مجالات للتلاقي للاجتماعات لقاءات حوارات عائلية حتى التواصل ما بينك وبين العائلة أو الإخوة والجيران بكون على حسب طبيعتكم ممكن تهتم ببعض الأشياء اللي لها علاقة بمصاريف أو دفعات أو التزمات لها علاقة بالبيت أهم شيء أنه حاول أنك يعني تضبط ميزانيتك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء هي شوي اللي بتخفف عليك وجود الشمس وعطارد ما زال موجودين في البيت الخامس بيخففوا عليك من الضغط يعني شوي بيخلوا في نوع من أنواع الحظوظ اللي بتدعمك في بعض المسائل عاطفيا عندك قوة عالية جدا وبرضو الحظوظ بتدعمك في مسائل لها علاقة إما بهواية معينة أو فكر أو حتى بتصليح الجو ما بينك وبين الأحبة يعني زي مصالحات أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا يعني جيدة شيئا ما بتقدر تنجز أعمالك ولكن ممكن تكون كثيرة أو مرهقة ما تقدر تنجزها بالكامل ممكن شوي تحس بنوع من أنواع التشتيت الفكري مش قادر تركز بشكل مزبوط بإنجاز أعمالك حاول أنك تعمل بس الإشي الضروري والمطلوب منك الإشي يعني اللي بتطلب منك الإنجازات السريعة أو ما يتأجل العمل حاول أنك تنجزه وراقب وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى بيت الشراكة بتعزز وبتدعمك بشكل قوي أثناء تعاملك مع الأزواج ولكن خلي شوي يعني تنبيه من نوع الحساسية بردات الفعل أو تحس أنه مهم لك أو بيوجه لك صفة الأمر أو بيحاول أنه يضغط عليك في مسائل معينة حاول أنك تمسك عصابك يعني المسألة بدها يومين حاول تتحملهم قدر الإمكان بدون مثير خلافات وزي ما حكينا الزوايا كلها بتهدد العلاقات الزوجية يعني فما بلاش يعني تكبر الأمور أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة فاليوم ممكن تبحث موضوع قرض أو تسوية إلها علاقة بالديون أو ترتب ميزانيتك أو تهتم بمعامل إلها علاقة بالوضع المالي اللي خاص فيك ولكن برضو هاي بتحمل نوع من أنواع المصاريف اللي إلها علاقة إما مصاريف بيتية أو استشفائية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالدراسة أو الجامعة أو الامتحانات ولكن بسبب تواجد الكواكب الثلاث في الجدي يعني شوي من قلك أنه حاول ما تعتمد كثير على الحضوظ بهاي المسألة موضوع سفر موضوع مثلا اتصالات مع أجانب أو امتحانات أوراق قانونية معاملات تقريبا هاي كلها بدك تحاول أنك أنت تكون مستعد لها وما تخلي الحظ اللي يتحكم في هاي المسألة عما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة يعني تقدر تدافع عن سمعتك وتعزل سمعتك خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى أمور إلا علاقة بالعمل أو زملاء العمل أو تواصل معهم لمسألة ما أو تستغل علاقة معينة أو تكون أنت واسطة لبعض الأشخاص أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء بتدعمك على مستوى الأصدقاء فاليوم ما رح تنشط بلقاءات أو حوارات أو تعامل ما بينك وبين الأصدقاء وبتحمل لك نوع من أنواع التوافق الجيد فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيتك 12 فالمريخ ما زال موجود وعندك برضو القمر موجود فهذا اليوم بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذاءكم ومراحتكم ابتهدأ الوتيرة وبتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وبتشعر ببعض الخيبة ممكن تظهر خلافات أو التباسات طباعك متقلبي ومزاجك متعكر أهمش أنك ما تخالف القوانين لأنه ممكن تخسر أكثر مما بتتوقع مرج الجوزة طبعا القمر موجود الآن في بيتك 11 بيت الأصدقاء بيت حليف لا إلك وقوي وهو تزديس مع برجك فعشانك بعطيك طاقة كبيرة وبالعكس عندك قدرة على إنجاز وإتمام كثير من المسائل خلال هذا اليوم أهم شيء أنك تعرف إيش اللي بدك يا بالضبط وتركز بشكل جيد على أساس أنه الأمور كلها تكون لصالحك اليوم بحمل نوع من أنواع النشاط الخاص الاجتماعي أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا هنا أوهام المال والمصاريف والمتاعب المالية هي أكثر إشي بأرقك بالفترة هاي ممكن اليوم تجد بعض الحلول أو بعض الأشياء يعني اللي تقدر تساعد حالك فيها الأهم أنك تحافظ على مصاريفك وابعد عن النفقات الغير ضرورية يعني رتب ميزانيتك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني تقريبا عن مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات جيد وبتدعموك وسرعة البديهة عندك عالية قدرتك على الإقناع برضو ممتازة وممكن اليوم يعني تبرع في عملية الإقناع أو التسويق أو أمور لها علاقة بالدفاع عن الذات أو بالتعامل مع أخ أو جار يعني الأجواء إجمالا بتدعمك حتى على مستوى أمور السيارات أو أمور الإلكترونيات أو الميكانيك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت طبعا الشمس وعطارد نركز إحنا على الشمس أكثر لأنها بتدعمك على مستوى البيت ممكن تجيب بعض المشاكل أو الخلافات أو النقاشات الحدي اللي إلها علاقة بالبيت أو بالعائلة ممكن موضوع عائلة طارع يظل إلو تبعية من أيام يعني يستمر معك خلال هذا اليوم الأهم أنك أنت تيوم بواجباتك على أكمل وجه بدون ما تفاقم الأمور أو تفاقم الخلافات وابعد عن النقاشات ممكن اليوم تلاقي حليف إلك من أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا جيدة اليوم ممكن تفكر في خروج أو نزهة أو نزوة أو أمور إلها علاقة بالعواطف أو تواصل مع الحبيب أو مسائل إلها علاقة بهواية معينة تحب تمارسها خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا على مستوى العمل ممكن يعني مسائل العمل هي اللي ضغطيتك يتراكم عمل معين أو ما تقدر تنجز أعمالك بالكامل ممكن تظهر بعض المتاعب اللي إلها علاقة بعمل معين معامل خلاف أو نقاش ما بينك وبين زميل رئيسك بالعمل يعني هاي الأمور بتتطلب منك شوي نوع من أنواع أخذ النفس وتقدر تسيطر على إنفعلاتك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة وبتدعمك بشكل قوي وبتعزز علاقتك ما بينك وبين الشريك اليوم فممكن تحمل لك مصالحة أو ممكن دعم معين أو تعزيز العلاقة ما بينك وبين الشريك بمسألة معينة ممكن تتفقوا على إجراء أو على خطوة أو يتم الاتفاق على شيء معين أهم شيء أنك تبعدوا عن النقاشات والخلافات أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا ضاغطة برضو على مستوى الأموال المشتركة إما بتراكم عليك للديون أو أنه بخيب أملك في بعض الأشخاص اللي لهم مثلا كانوا وعدينك بمساعدة أو بعمل أو بدعم معين أهم شيء أنه بالأيام هاي ما تبدأ بمشروع جديد ولا تفكر بأشياء تطلب منك جهد زيادة بالعكس يعني الموضوع بتطلب منكم أنه تصبروا شوي لحد يتم القمر يوصل لعندكم عشان يكون حليف لإلكم ويدعمكم في بعض المسائل لأن الأجواء مش مناسبة ومش مساعدة لإلكم بشكل كبير أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا الأجواء اليوم ممكن تهتم ببعض الاتصالات أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو تتلقى اتصال أو معلومة أو خبر معين من شخص مقيم إما في بلد ثاني أو أجنبي هو أو تعامل ما بينك وبين مؤسسة أو ممكن تنشط بأوراق أو معاملات قانونية تطلب منك نوع من أنواع الإهتمام أو يعني ترتيب الوضع بشكل إيجابي أهم إشي أنك أنت إذا كان عندك امتحان أو مقابلة تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا الأجواء على مستوى أمور إلها علاقة إما بالسمعة يعني أو بعلاقتك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل على الجهتين حاول أنك تحافظ على سمعتك حاول ما تشوهها حاول ما تغامر ما تجازف ما تخالف القوانين وما تدخل بخلافات أو نقاشات حادي ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا القمر موجود فيها فبتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء اليوم ومنكم ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة ممكن يتعبر عن آراءك بحرية وجراءة بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة بتسكنك أحاسيس متناقضة لكنها فترة مناسبة للتحالف لمد يد العون للزملاء أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا قرانوس اللي في بيت المتاعب اللي بيجيب أشياء مفاجئة إلها علاقة بتعطيلات أو وعود بتطلع كذابة أو أشخاص بتوهمك بأشياء وبتخذلك بالفترة هاي يعني أجل وقت إنه ممكن تصحى فيها أو تستغل الوضع هذا لمصلحتك ببعض النقاط اللي تعرف تحدد أولويات حياتك كيف ومن وين بدك تمشي ومن وين بدك تستغلها بالشكل الجيد ممكن يتراكم أعمال فعشان هيك يحاول إنك ما تتراكمها يعني إنجز الأعمال وما تأجلها ممكن بعضك يكون له بعض الاهتمامات الصحية اللي بتتعلق فيه أو في أحد الأحبة أو مشكلة معينة تكون يعني مأثرة عليك بشكل كبير اللي بتتطلب العقل والتفكير والتركيز لحلها برج السرطان طبعا القمر الآن صار موجود في بيت السمعة هو بيت ضاغط عليك بيعمل تربيع معاك فعشان هيك بسبب لك نوع من أنواع التوتر والقلق شوي بيخلي نفسيتك عصبية أو بيخليك حساسة شوي أو ممكن أنك تذرف الدموع بذكريات أو مواضيع قديمة أو علاقات قديمة بترجع تظهر ألبوم صور يعني أشياء إلها علاقة بتجارب أو إلها علاقة بالخذلان إلها علاقة بالأشياء هاي ممكن تظهر اليوم فتأثر على نفسيتك حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية وتبعد عن تأثيرات الطاقة السلبية هاي اللي ممكن أنها تأثر عليك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء يعني بتحمل نوع من أنواع الإيجابية على المستوى المالي فممكن منكو أو نسبة عالية من موليد برج السرطان اليوم ممكن يحصلوا بعض المكاسب المالية اللي بتيجي عادة من عمل إضافي أو مستردات هبات نوع من أنواع الدعم إجمالا الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي بتساعدك في كثير من الأعمال أما بالنسبة للمصاريف فأدير بالك بس من المصاريف لزيادة والأمور إن شاء الله تمام أما بالنسبة للبيت الثالث فما زال الشمس بتدعمك بشكل قوي جدا على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات وعلى سرعة البديهة وحتى يعني روحك الجيدة بالتواصل يعني عندك قدرة للتواصل عالي جدا بتساعدك بالامتحانات بالدراسة بالتركيز بالإقناع بالتسويق بأمور سيارات العلاقتك مع الإخوة مع الجيران كلها أجواء تقريبا بتحمل نوع من أنواع الإيجابية لإلك وبتدعمك بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت فيها نوع من أنواع ضغط بتسبب لك توتر أو قلق من مسألة معينة شوي بدك تضبط أعصابك وما فيه داعي إنك تنفعل إعمل المطلوب منك أو الواجب عليك بدون إنفعلاتك بدون عصبيتك بدون تقلبات المزاج اللي بتجيك يعني من وقت لآخر ممكن تظهر بعض الأعباء أو المتطلبات أو الأعمال اللي إلها علاقة بالصيانة أو بالترتيب أو بالترميم المنزلي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا على المستوى العاطفي نحكي روتينية يعني بمعنى آخر بتتعاملوا مع أحبائكم بشكل طبيعي على طبيعتكم وعلى حسب أنتوا كيف أساس العلاقة ما بينكم ولكن حاولوا قدر الإمكان ما تفاقموا الأمور بخلاف أو نقاش فتكبر الفجوة أو يصير فيه فجوة ما بينكم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل تقريبا جيدة بتقدر تنجز أعمالك أو تهتم بعمل معين اليوم بتحاول أنك تنجزه أو بكون عندك بعض الأعمال المؤجلة من فترة اليوم بتحاول أنك تنهيها في منك رح يهتم ببعض المسائل الصحية أو المراجعات الطبية أو الاهتمام إما بطبيب ومستشفى أو بمريض مقرب لإلكم أما بالنسبة للبيت السابع فهنا أكثر يعني بدكم تديروا بالكم من المشاحنات ما بين الأزواج لأن الزاوية هاي رح يتأثر بشكل كبير عليكم ديروا بالكم من الخلافات والنقاشات والحوارات لأن الفترة هاي القطيعة ما بين المحبين أو الأزواج ممكن توصل لمرحلة ما فيها رجعة أو يكون لها توابع صعبة في المرحلة القادمة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا يعني بتظهر بعض المسائل الجيدة على مستوى الأموال المشتركة فممكن تحل مسألة معقدة أو مسألة قانونية أو مالية أو تهتم ببعض الأشياء اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة زي ميراث ضريبة تأمين أمور إلها علاقة بالنفقة بمؤسسات مالية يعني الاهتمامات على هاي الأمور أهم إشي أنه ما تغامر بمشاريع بدون ما تستشير أهل الاقتصاص أما بالنسبة للبيت التاسع فبدعمك بشكل قوي على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ويمكن اليوم تجيك بعض الرغبات لأمور إلها علاقة بالسفر أو التفكير بموضوع السفر أو إشي إلها علاقة بأشخاص بدهم يسافروا أو بدهم يجوا من السفر يعني بتكون قلق في هذا الموضوع أو بتهتم في هذا الموضوع أهم إشي أنه بعضكوا رح يهتم بمسائل إلها علاقة بالفلسفة أو بالدين أو بالنقاشات أو بثقافة معينة اللي عنده امتحانة ومقابلة يبدي يركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا بتظل الفرصة متاحة لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح في إثبات جدارته للمسؤولين وبيحافظ على إنجازاته القائمة أهم مش أنك تبرر كلامك ووضحه بشكل جيد كون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو لاتصال بأحدهم بتكون الظروف داعمة لأفكارك وبتهتم لبعض الاتصالات والمشهورات لا تكون مهمل ولا تترك انطباعات سلبية أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا الأجواء رح تكون إيجابية بتدعمك على مستوى علاقاتك الاجتماعية على مستوى الأصدقاء على مستوى الحوارات النقاشات يعني في أجواء إيجابية دعملة إليك بشكل قوي خلال هذا اليوم فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو التحاور معهم أو مساعدتهم أو أنت تساعدهم بمسألة معينة للأجواء الاجتماعية ممتازة حاول إنك تستغلها خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب ما في أي مشاكل ما في أي تأثيرات يعني عندك قدرة على إنجاز أعمالك وما في مبرر أنك تأجلها أو تخليها تتراكم عندك يعني إنجز أعمالك اهتم بصحتك وبرضو في نفس اللحظة يعني في أشياء ممكن تكون بس مقلقة هيك تهتم بصحة أو بشاء بتعلق لأحد الأحبة أو مع أحد الأحبة برج الأسد طبعا من لحظة انتقال القمر للحمل يعني معنى آخر أنتوا بدأتوا مرحلة جديدة أو فترة جديدة دعم لألكم بشكل قوي القمر رح يعزز بعض النقاط القوية بوجوده في البيت التاسع لألكم رح يمنحكم طاقة وقدرة على إنجاز كثير من المهام وعلى التواصل والاتصالات واهتمامات يعني إلها علاقة ببحث أو دراسة أو موضوع معين يعني اليوم بمعنى عندك نشاط عالي لتحقيق كثير من الغايات أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء دعم على المستوى المالي فالفترة هي بتحمل بعض المكاسب أو فرص مالية تيجي عادة من عمل إضافي أو ابتصل لنتيجة أو لفكرة أو لمشروع أو لتوجيهات أو توجيه بعض الأشخاص لمكاسب مالية أو لتحسين الوضع المالي الخاص فيك يعني أهم إيش أنك تستغل للفترة هاي بشكل إيجابي وحاول أنك تقلل بس من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل مع أشخاص يعني ممكن أنه كان صعب تتحاور معهم بالفترة الماضية بسبب أنه ما عندك مزاج أو ما إلك رغبة في الموضوع أو حاسس يعني شوي بالإحباط كان مسيطر عليك اليوم ما في مجال الإحباط بالعكس مجال التواصل بشكل كبير والاتصالات ورح تستفيد منها يعني رح تحصل بعض المكاسب منها إن استغلتها بشكل جيد قدرة الإقناع عندك عالية وسرعة البديهة عالية والرغبة حتى يعني النشاط العالي موجود أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا روتينية يعني مستقرة بتقدر تتعامل معها أنت على حسب طبيعتك ممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة ببعض الأعطال أو الاهتمامات البيتية أو العائلية اللي تتطلب منك جهد معين يعني على بعض المسائل ولكن إجمالا الجو إيجابي حتى على مستوى البيت يعني ممكن يعني تظهر بعض الخلافات البسيطة ولكن مجدات قيمة يعني إنها توتر علاقة كاملة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء جيدة جدا بالعكس اليوم بتعزز من ثقتك بالنفس وقدرتك على التواصل مع الأحبة وبتعطيك قدرة عالية جدا إيجاد حلول حتى على المسائل العاطفية عندك رغبة عالية للتواصل مع حبيبك أو مع الحبيب أو ممارسة هوية معينة أما بالنسبة للبيت السادس هنا بدكت يعني شوي العمل ممكن أنه تظهر بعض المسائل أو النقاشات أو الحوارات أو أشياء هيك تتراكم عندك أو أنت ما يكون لك نفس حتى بينجاز بعض الأعمال حاول أنه اليوم ما تخلي هاي الشغلة تسيطر عليك أو هاي الأحاسيس يعني إنجز أعمالك حتى لو عملت لساعات إضافية هذا الإشي ما بضرك أما بالنسبة للوضع الصحي ممكن تظهر بعض التقلبات الصحية وخصوصا لموليد العشرية الثالثة أما بالنسبة للبيت السابع فهو يدعمك على مستوى علاقاتك وخصوصا ما بينك وبين الشركاء أو شركاء العاطفة أو بين الأزواج فممكن يصير تواصل أو اتفاق أو يطمئن بالك من مسألة معينة أو تقدر يتراجع عن قرار سابق وتحسن نوع من أنواع المصالحة أو الأجواء الإيجابية ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن ممكن تظهر بعض الأعطال أو الأعباء أو القلق من مسألة مالية مشتركة ممكن تبحث عن دعم أو داعم أو حليف أو مسألة العلاقة بالوضع المالي شوي بتطلب منك التركيز لزيادة ماشي الأجواء لسه ما مشت معك مثل ما بدك أو ما وصلت للمرحلة اللي أنت بدك إياها ولكن إجمالا في بعض الأشياء أو البوادر اللي بتدل على أنه الفترة القادمة أحسن أهم شيء أنك تقلل من مصاريفك الفترة هاي برضو بتحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا اليوم رح تنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو اتصال بعيد أو أشخاص جايين من السفر أو أشخاص مقيمين في دولة أخرى يوم مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة حاول أنك تظهر نوع من أنواع التعاون أو التعاون الأكبر مع الآخرين والجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة ولاختبار تجارب مختلفة بتشعر بالاعتزاز والفخر أهم شيء أنك ما تستسلم وما ترضخ لشروط ما بتناسبك ناقش أهم شيء بمنطق مش بعصبية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة تظهر بعض الأشياء اللي ممكن تهدد سمعتك في بعض الأوقات حاول أنك ما تجازف وما تغامر اضبط عصابك قدر الإمكان حاول أنك يعني ما تدخل بمغامرات ممكن تشوه سمعتك حاول تعزز علاقاتك ومعارفك بشكل قوي أو العلاقة معهم ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة إما بزميل بالعمل أو رئيسك بالعمل أو عمل مشترك أما بالنسبة للبيت 11 فالأجواء جيدة على مستوى بيت الأصدقاء وهي بتعزز علاقتك مع أصدقائك ممكن اليوم تنشط بمسألة إلها علاقة بلقاء اجتماعي أو دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو مجاملة اجتماعية أو تسعد باتصال أو تلاقي مع صديق أما بالنسبة للبيت 12 فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط والضغط هذا بتركز على العمل وبتركز على الصحة طبعا أهم شيء أنك تحاول أنك تضبط أعصابك موليد العشرية الثالثة هم أكثر المتضررين من هذه الوضعية يعني بدك تهتم بعملك إنجزه وحاول تركز فيه بشكل جيد وما تخلي حد يستغلك أو يستغل عواطفك برج العذراء طبعا القمر الآن تحرك من البيت الثامن من البيت السابع عفوا من مقابلتك تماما صار في البيت الثامن فهذا الإشي بخفف الضغط عليك شوي ولكن ما بعطيك الإيجابية لكثير فعشان هيك اليوم معظم تركيزك رح يكون على الوضع المالي أو على المكاسب المالية أو على أمور بتتعلق بالمصاريف أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي في بعضك ورح يحصل بعض المكاسب المالية ولكن تيجي هاي التحصيلات من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أهم إيش إنك تركز بشكل إيجابي وتقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني مش بالقوة لأنه شوي يمكن ما يكون عندك رغبة للتحرك اليوم كثير أو للاتصالات بطبيعتك أو بالتنقلات يمكن للأشياء الضرورية والمهمة ممكن تظهر بعض المسائل اللي تطلب منك النقاش بدك تضبط أعصابك لأنه شوي مزاجك لسه متعكر في نوع من أنواع العصبية موجودة عندك الأمور اللي إلها علاقة بالامتحانات أو بالمقابلات بدها تركيز يعني ودراسة وتحضير فما تعتمد على الحظود ممكن اليوم يكون لك تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي بتدعم من علاقتك من أفراد العائلة وتعمل تقارب ما بينكم وممكن تدخل بنقاش أو حوار أو إشي بتعلق بوضع منزلي معين ممكن تصليحات، ترميمات، مشتريات أو التزامات أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي بتكون تضبط أعصابك قدر الإمكان أثناء تعاملكم مع الأحبة لأن الأجواء شوي مشحونة بطاقة سلبية عالية جدا وزي ما حكينا تأثيرات الكواكب بتهدد العلاقات العاطفية بالفترة هاي فحاول تضبط أعصابك قدر الإمكان وما تتخذ قرارات لأن العلاقات العاطفية الضعيفة عرضة للانفصال أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا يعني بنقدر نحكي فيها نوع من أنواع الإيجابية للاهتمام ببعض الأعمال أو عمل معين أو بتحاول تنجز أعمال معينة أو تتواصل لعمل جديد مثلا أو بتستعد بأوراق أو معاملات أو اطلاع على مواضيع بتتعلق بعمل أما بالنسبة للوضع الصحي فبتطلب منك نوع من أنواع الإهتمام والرقابة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى بيت الشراكي طالما أنت بعيد عن النقاشات والخلافات والجدالات فالأجواء ممتازة احذروا من نقاشاتكم لأنه ممكن تتطور الأمور بشكل سلبي أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا القمر موجود فيه بالظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض بيتوجب عليكم عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة كون متفهم لأوضاع الآخرين ولأراءهم اتجنب الكلام الجارح وكون دبلوماسي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بقضايا إلها علاقة إما بمعاملات قانونية أو إجراءات قانونية أو محاكم أهم شيء نكماتهم لها ركز عليها بشكل جيد عشان يكون الحظ حليفك اللي عنده دراسة أو امتحان بده يستعد ويدرس بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض وينتبهوا أثناء تنقلاتكم وأثناء نقاشاتكم أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا نقدر نحكي فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى بيت السمعة فهي بتعزز من سمعتك وبتعزز من علاقاتك وبرضو الفرص جيدة لتقديم على طلبات عمل أو مقابلات خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء مستوى بيت الأصدقاء شوي ضاغطة وهي بتسبب لك نوع من أنواع التوتر إما قلق على أحد الأحبة أو إنه متوتر أو شاعر بالذنب أو ممكن إنك بتحاول إنك تساعده بس مش يادر أو ممكن هو يبادر بمساعدتك إن كان وضعك هو اللي بتطلب هذا الموضوع أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بيت المتاعب شوي بتطلب منك نوع من أنواع الحذر ما زالت الأمور ما وصلت للقمة اللي أنت بدك إياها فعشان هيك حاول إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية إنجز أعمالك ما تخليها تتراكم برضو اهتم بوضعك الصحي وممكن اليوم تحملك نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة أو بعض التوععكات الصحية اللي بتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام برج الميزان طبعا اليوم القمر مقابلكم تماما فهذا بتطلب منك نوع من أنواع الحيطة أو الحذر أو شوي ضبط الأعصاب صحيح إنه الأجواء مساعدة في بعض المسائل أو بتدعمك في بعض المسائل ولكن اليوم طاقتك ضعيفة عشان هيك يسهل إنه يتقلب مزاجك وسهل جدا إنك تشحن حالك بطاقة سلبية أو حد يشحنك بطاقة سلبية من الشكاوي أو المشاكل أو إنه حد يجي فرغ طاقته السلبية عندك إنك اسمعني ويشكي لك ويبكي لك وتنفعل وتزيد الأمور عندك أكثر وهو ممكن ما يكون فيه إشي مهم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع الإيجابية أو تعطي فرص على مستوى الأموال فعشان هيك منك رح يحصل بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي ولكن مقابلها في مصاريف يعني فيه دفعات وفيه التزامات أو مطالبات مالية شوي بتكون ضاغطة عليك فعشان هيك يحاول إنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل والامتحانات والتنقلات والسيارات والتليفونات وأمور إلها علاقة أيضا حتى بالنقاش يعني عندك قدرة حتى للحوار عشان هيك اليوم أنت سهل إنك تنشحن بطاقة سلبية فحاول قدر الإمكان ابعد عن الناس السلبيين خلال هذا اليوم أو ما تخلي أخبارهم أو معلوماتهم إنها تأثر عليك في منك رح يكون له نوع من أنواع تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء يعني على مستوى البيت بتحمل نوع من أنواع القلق أو التوتر اللي بتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام فعشان هيك حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية إنجز العمال المطلوبة منك حتى لو زادت عليك أو عمل إضافي المهمة تخلي الأمور هاية تتراكم عليك أكثر برضو اهتم بالأمور العائلية وإعمل تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة بدون عصبية وبدون حدية بالطبع أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء تقريبا فيها إيجابية يعني بتدعم من علاقتكم بالأحبة أو التلاقي معاهم أو مصالحة أو حتى معالجة موضوع معين كان بالأيام الماضية أو التراجع عن قرار سابق يعني الأجواء فيها نوع من أنواع الاهتمام ممكن يكون بأحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار ولكن دك تنتبه أن طاقتك ضعيفة يعني بمعنى آخر دك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع طبعا اليوم رح ترغبوا في تدعيم شراكاتكم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وخصوصا علاقتكم مع الأزواج بتكون جيدة ما بين الأزواج أهم شيء بس أنك تشحنوا حالكوا بطاقة إيجابية وابعدوا عن الخلافات والنقاشات قدر الإمكان لأنه زي ما حكينا التهديد واضح على أمور إلها علاقة بالأزواج والأحبة وخصوصا أنه القمر الآن عندك في هذا البيت فهذا بيهدد أو بيخليك أنت أكثر الناس المتعرضين لهذه المسائل فبدك تكون حذر أما بالنسبة لأمور اللي بتتعلق بالواجبات فممكن تكثر الواجبات عندك وتتزامن وممكن تشعر بالخوف أو الهلع أو بالاضطراب لضيق الوقت حذر من التراجع الصحي ما في خوف عليك كثير يعني إذا اتبعت الإرشادات والتعليمات أهميش أنك تتجنب المشاكل وما تتصلط أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتدعمك على مستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم تنشط ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالقروض والديون أو الدفعات أو يعني معاملات مالية تطلع عليها أو تناقشها أو تتحاور مع أشخاص لأجل دعم معين أو لأجل صفقة معينة ممكن تحسن من وضعك ولكن أهم شيء أنه اليوم تنتبه لأنه ممكن تظهر بعض المصاريف اللي إلها علاقة إما بالبيت أو إلها علاقة بالصحة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء الاتصالات الخارجية تقريبا روتيني يعني عملية الاتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو تواصلك مع أجانبه هذا بتكون روتيني على حسب طبيعتك ولكن أهم شيء إذا كان عندك امتحان أو مقابلة حاول أنك تستعد بشكل جيد اللي عنده سفر يعني برضو بده ينتبه لكل أوراق ومعاملات وخوف من فقدانها أو نسيانها أو تأجيلها اللي عنده أوراق قانونية أو معاملات يعني حاول أنه يلتزم فيها وما يأجلها أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء هنا على مستوى السمعة ضاغطها فعشان هيك من قلكم ما تشوه سمعتك ما تدخلوا بأشياء مشبوهة ما تغامروا ما تجازفوا ما تخلفوا القوانين ما تدخلوا بنقاشات حادة ما بينك وبين علاقاتك العامة أو زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 الأجواء جيدة على مستوى بيت الأصدقاء وهذه بتحمل فرص ممتازة للتلاقي أو للتقارب ما بينك وبين أصدقائك فممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء معين أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فما زالت طبعا الشمس موجودة وبتضغط عليك بشكل كبير عطارد أيامه بنتقل يعني ضاي اليوم يكله وبنتقل عندك فهذا شوي بحسن من مزاجك يعني بعطيك طاقة إيجابية أكثر ولكن وجود الشمس لسه براكم الأعمال وبعمل أعطال ومشاكل إلها علاقة بالعمل وبرضه بيضغط على المستوى الصحي والتقلبات الصحية والنفسية واليوم ممكن تظهر بعض المشاكل اللي إلها علاقة بأحد الأحبة أو أحد المقربين برج العقرب طبعا القمر الآن انتقل من البيت الخامس للبيت السادس عشان هيك هو الآن في مكان العمل والصحة وهذا مكان مش مناسب فعشان هيك النفسية شوي بتكون متوترة في أمر مقلق بالنسبة لإلك بوترك أو مش حنك بطاقة سلبية حاول قدر الإمكان أنك تأخذ نفس عميق هيك تحاول أنك ترتاح راقب غذائك راحتك أهم شيء وابعد عن حدية الطباع والمزاج المتقلب خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فهو بيحمل فرص على المستوى المالي يعني ممكن تحصل بعض المكاسب المالية أو الاهتمامات المالية ممكن تيجي هاي المكاسب من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن الأهم أنك تقلل من مصريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى التنقلات والحوارات والاتصالات وحتى على مستوى الاهتمام بمسائل تعليمية أو مدارس أو أمور إلها علاقة بسيارات أو إلكترونيات أو أخ أو جار يعني الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية وبتدعمك بقوة ولكن حاول بس تسيطر على انفعالاتك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت يعني تقريبا مستقرة في نوع من أنواع التوافق أو التقابل الجيد ما بينك وبين أفراد العائلة وهذا الإشي بعزز من علاقاتك البيتية والعلاقات العائلية وبدعم من علاقتكم مع بعض فممكن اليوم تسعد بلقاء أو جمعة للعائلة أو موضوع معين أنت بتكون طرف فيه وبتشارك فيه ورأيك بكون محبوب ومقرب أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا هنا منحكي إحنا عن العاطفة وزي ما حكينا أنه العاطفة شوي بتكونوا حذرين من ردات الفعل السلبية أو إصدار القرارات أو الأوامر أو الأشياء المزعجة اللي ممكن تزعج الحبيب منك حاول قدر الإمكان تخلي فيه نوع من أنواع التواصل الجيد ما بينكم منك وبعض الأشخاص رح ينشطوا ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالعاطفة ولكن دير بالك من النزوات والمغامرات خلال اليوم ممكن تنشط ببرنامج فكري أو دراسة رواية أو مطالعة أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتدعمك شيئا ما على مستوى العمل ولكن هذا من القمر ولكن المريخ براكم بعض الأعمال فعشان هيك منقولك إنجزوا ما تراكم لديكم من عمل ممكن تجدوا تعاون من الزملاء نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصد من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهانية جديدة لكن هذا ما بيعني إنه المرحلة رح تكون سهلة بتكثر فيها الواجبات وبتتزامن ومن الحكم عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة حاذر من المشاكل الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء بتدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالشراكة وتوطيذ العلاقة مع الشركاء يعني الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الروتينية شيئا ما بس إذا مسكتوا عصابكوا بتيجي روتينية بس إذا عصبتوا وانفعلتوا وصار فيه طرد أوامر وأراء واقتراحات ونشاطات فاعلموا لأ الأمور رح يدخل فيها خلاف كبير عواقبه رح تكون لمدى طويل أما بالنسبة لبيتك الثامن فالأجواء يعني جيدة على مستوى الأموال المشتركة فممكن تحقق بعض المكاسب اللي بتيجي إلها علاقة بالأمور المشتركة فممكن أنه مال الشريك مثلا أو اهتمام ببعض الدفع أو اهتمام بقرض أو تسوية أو التحصيل على بعض المكاسب المالية هاي المكاسب اللي عادة بتيجي دائما من أموال الغير يعني شراكة أو هذا أباس أهم شيء أنك ما تجازف وما تدخل بأي مخالفات قانونية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا هنا بتضغطك بشكل كبير بالاتجاه السلبي فعشان هيك بدك تكون منتبه من البيت التاسع اللي إلو علاقة بالجامعة إلو علاقة بالدراسة العليا إلو علاقة بالقضايا القضائية بالقوانين إلو علاقة بالسفر إلو علاقة بأشخاص أجانب كلها هاي اليوم بدك تكون حذر من أي وحدة فيهم لأنه أي وحدة فيهم ممكن تسبب لك إرباك أو تسبب لك مشكلة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة يعني ضاغطة فعشان هيك منقول لك ما تخالف القوانين ما تجازف ما تدخل بأشياء مشبوهة وبرضه رغم هيك ما تدخل بخلافات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك على مستوى بيت الصداقات والعلاقات فاليوم ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء يعني الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية بالدعم من علاقاتك الإجتماعية أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء روتينية بس إنجز الأعمال الضرورية والمهمة زي ما حكينا في البيت السادس وحاول أنك تراقب وضعك الصحي الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة برج القوس طبعا اليوم من الأيام المميزة بالنسبة لإلك أنت مشحوم بطاقة كبيرة وعالية جدا نفسيتك أحسن من الأيام الماضية الحض بدعمك أو حليفك في بعض المسائل ولكن ما تبالغ بحضوضك لأنه تنساش أنه برضو المريخ موجود برضو في بيتك الخامس اللي بيخليك تتهور أو تندفع أو تعمل أشياء ممكن تكون سلبية أهم إشي أنك تستغل الفرصة في الأيام هاي لتحقيق كل شيء أنت كنت في الأيام الماضية مش قادر أنك تنجزه أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء اليوم تدعمك على مسائل إلها علاقة بالأموال ولكن يد ما بيجيك مال يد ما عليك مصريف يعني بمعنى آخر مش فترة مكاسب هي فترة يا دوب أنك أنت تسكر التزاماتك فحاول قدر الإمكان أنك تقلل من المصريف وحاول أنك ترتب الأوضاع على حسب وضعك المالي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل والتنقلات الأجواء بتدعمك بشكل إيجابي على مستوى الأشياء لها علاقة بالإخوة أو الامتحانات المدارس أو التسويق سرعة البديهة بتدعمك في بعض المسائل وبتعزز من ثقتك بالنفس أكثر أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية بالتواصل أو التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة فممكن تحل مسائل كانت معقدة أو كانت صعبة بالفترة الماضية ممكن تنشغل ببعض الأعمال المنزلية أو شيء بتعلق بالعائلة أهمش أنك تضبط أعصابك أما بالنسبة للبيت الخامس فاليوم بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم فرصة مناسبة لمصالحة ولتسوية وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا ممتازة فترة إيجابية حاول تستغلها وحاول أنك ما تهملها بس ملاحظة أنه أنا ذكرت في بداية التوقع هذا أنه القمر والمريخ هم اللي موجودين في البيت الخامس فهنا نقول لك دير بالك من أي مجازف أو مغامرة أو تسرع في قرار معين ممكن يوصل لقطيعة في علاقة عاطفية ما بينك وبين الحبيب أو مشكلة وخلاف كبير ما بينك وبين الحبيب بدك تكون منتبع عشان يحب تنوه لأي النقطة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا يعني شوي ضاغطة على مستوى العمل ممكن يتراكم عندك عمل أو قلق من عمل أو من إنجاز بعض الأعمال يعني شوي بتسبب لك نوع من أنواع التوتر أهم شيء أنك تنجز أعمالك ما تخليها تتراكم وبرضو بالمقابل حاول أنك تراقب وضعك الصحي من بعض التقلبات أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت الشراكي وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الشركاء وخصوصا ما بينك وبين الأزواج ممكن تتراجع عن قرار سابق أو اليوم يصير فيه مصالحة أو اتفاق على أمر ما أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا من قلك انتبه من القضايا القضائية انتبه من المفاجآت اللي بتيجي بشكل سلبي وسريع جدا إما ماليا أو الأموال المشتركة وإما موضوع قديم بنفتح اليوم وممكن توصل الأمور لمرحلة صعبة جدا فحاول تكون حذر راتب أمورك بشكل جيد إذا أمور مالية قلل من مصاريفك ما في داعي للدخول أو الخوض بمشاريع جديدة بدون استشارة أهل الإختصاص أو أمور قانونية شوي ممكن تكون معقدة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء شوي فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى الدراسة على مستوى لغة ثقافي مثلا تعامل مع الأجانب اتصالات بعيدة أوراق قانونية معاملات كلها هاي بيوت جيدة كله بيت جيد وبيدعمك بكل المسائل اللي إحنا ذكرناها وعلى حسب حق الإختصاصك بيكون التوقع ولكن كلها إيجابية بالنسبة للبيت التاسع أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا من قلك دير بالك تشوه سمعتك دير بالك تجازف دير بالك تغامر دير بالك تخالف القوانين دير بالك من أي شيء ممكن أنه يدخلك بمشاكل أنت بغنى عن هالفترة هاي فترة امتحان وهي فترة صعبة الشمس وعطارد وعطارد بتهيأ للتنقل أو للانتقال فهي بتجيب مشاكل على مستوى السمعة وعلى مستوى العمل وعلاقاتك مع زملاءك ورؤساءك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد على مستوى الأصدقاء وعلاقتك بالأصدقاء فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بمساعدة صديق وممكن اليوم تتجاوز بعض المصاعب اللي كان صعب أنك تحلها بالفترة الماضية إلا بمناقشة أو حوار أو دعم صديق برضو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء معين أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ما فيها أي مخاطر بالعكس يعني اليوم تقدر تنجز أعمالك واهتماماتك وعندك سرعة بديهة عالية وقدرة على العمل ما لكن أهم شيء أنك تراقب صحتك بشكل جيد لأنه تحمل قلق إما على صحتك أو على صحة أحد الأحبة برج الجدي طبعا اليوم القمر موجود في البيت الرابع وهو تربيع مع برجكم عشان هيك الأمور بتكون ضاغطة نفسيا شوي أو بتسبب لك نوع من أنواع التوتر أو القلق أو الارتباك من بعض المسائل أو يعني خوف من شيء معين حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وما في داعي للقلق بتمشي الأمور أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء اليوم فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى المكاسب المالية فممكن اليوم تحقق بعض المكاسب اللي بيجي من عمل إضافية أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن تطلب منك أنك تضبط ميزانيتك ما في داعي للتهور أو للمغامرة بالمصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات وعندك سرعة بديها عالية جدا بالإقناع اليوم ولكن دير بالك من التوتر والعصبية ممكن تهتم بمسائل إلها علاقة بالسيارة أو بالتليفون وإحذر أثناء تنقلاتك من الحوادث أو أمور مزعجة أما بالنسبة للامتحانات بدها دراسي واستعداد أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا القمر موجود فيه فبترغبوا اليوم في إدخال تعديل على مساكنكم وتفاهم مع أفراد العائلة بتحتاج المسائل الخاصة والعائلية لمناقشة ممكن تظهر بعض الضغوطات والمتاعب والمعاكسات وممكن تتعرض لمحاسبة وربما لتحديات واستفزازات أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي عن المستوى العاطفي يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية فاليوم بيحمل لك إما لقاء مفاجئ أو تواصل مفاجئ ما بينك وبين الحبيب فعشان هيك بتطلب منك نوع من أنواع الجاهزية لهذه الأمور في منك رح يرغب بممارسة هواي معينة أو اجتماع فكري أو ثقافي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالصحة إلك أو لأحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا ضاغطة بشكل كبير عشان هيك منقول ديروا بالك من أي نقاش أو حوار هي عندناها أكثر من يوم إننا منعيد فيها نفس العبارة ديروا بالك من أي نقاش أو حوار ما بينك وبين الأزواد الفترة هاي سلبية وبتهدد العلاقات الضعيفة لا انفصال أو لعواقب وخيمة اليوم في اتصالات سلبية ديروا بالكم من أي مواضيع تم فتح بدون ما تكونوا مسكين أعصابكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة وهي بتحمل بعض المفاجآت اللي هي علاقة بالأموال المشتركة ممكن عرض أو طرح معين أو يطمئن بالك من مسألة إلها علاقة بديون معينة بتحاول الجدولها اليوم بتقدر الجدولها أو رد على مسألة إلها علاقة بمساعدة أو قرض معين أو يطمئن بالك من مسألة مالية أو قانونية مالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء بتدعمك بشكل قوي جدا على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالامتحانات الجامعية ممكن تنشط بدراسة أو حوار أو مسألة إلها علاقة بأجانب تتواصل معهم أوراق قانونية معاملات يعني كلها أجواء إيجابية ولكن بدها ضبط أعصاب أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة برضو جيدة وبتدعمك بقوة فممكن اليوم تعزز من سمعتك أو من علاقاتك أو بعلاقاتك ما بينك وبين زملائك أو رواسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد على مستوى بيت الأصدقاء برضو اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء معين وبتسعد بخبر ممكن يجيك بشكل مفاجئ أو تسعد من أمر يعني شوي كان هيك مقلقك بالفترة الماضية أو بتنتظر خبر معين اليوم ممكن يطمأن بالك أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء جيدة شيئا ما وبتدعمك على مستوى علاقاتك على مستوى معارفك على مستوى إنجاز أعمالك بشكل مشترك وبرضو على مستوى أمور الصحة اللي بتطلب منك بس رقابة يعني وأخذ أدويتك في وقتها ممكن يكون فيه نوع من أنواع القلق على أحد أفراد العائلة برج الدلو طبعا بالنسبة للبيت الأول تقريبا نقدر نحكي اليوم نفسي أحسن مرتاح مطمئن ثقة بلشت ترجع شوي شوي لإلك هيك بلشت تشعر بنوع من أنواع الطمأنينة أو يهدأ بالك من بعض المسائل اللي كانت موتريتك بالفترة الماضية نوع من أنواع الاستقرار العالي بتحس ولكن برضو ما تسمح للظروف إنها هي اللي تسيطر عليك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة على مستوى الأموال وخصوصا مكاسب أو تحصيل أو الاهتمام ببعض المسائل المالية الأجواء إيجابية وبتدعمك بقوة حاول إنك بس تنجزها وحاول تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا اليوم رح تنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويد لمشاريع بالنجاح هذه الفترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات بتنجح في طرح موضوع حساس وتقدم أو بتقدم على عمل مهم بيلفت الأنظار والإعجاب بس أهم نقطة اضبطوا أعصابك أما بالنسبة لبيتك الرابع تقريبا الأجواء على مستوى البيت جيدة بتحمل نوع من أنواع التلاقي أو التضامن العائلي أو موضوع عائلي أو حوار عائلي أو نقاش عائلي بتطلب منك بس نوع من أنواع ضبط الأعصاب وعندك قدرة على الإقناع وتسيير الأمور بالشكل الجيد ممكن تهتم ببعض التصليحات أو الترتيبات أو المشتريات أو الواجبات العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي برضو فيها نوع من أنواع الإيجابية بتدعمك بشكل قوي خلال هذا اليوم ممكن تشعر بنوع من أنواع التآلف أو التحالف ما بينك وبين الحبيب وممكن هو يبادر إما هو بمساعدك أو أنت تبادر بمساعدته اليوم رح ترغب بملاقات الأحبة أو الخروج معهم أو ممارسة هواية معينة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا ضاغطة على مسألة إلها علاقة بالعمل وممكن يظهر مسألة اليوم يعني تلفت نظرك إلها علاقة إما بالعمل أو إلها علاقة بالصحة إما أشخاص بتستغلك أو إشيلوا علاقة بالتعب النفسي أو الاكتئاب حاول أنك تعرف الأمر من هذا الموضوع وتسيطر عليه قبل ما يتفاقم أما بالنسبة للبيت السابع فهو بيدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالشراكة وبعمل تقارب جيد ما بينك وبين الشركاء أو بيطمئن بالك من مسألة بتتعلق ما بينك وبين الزوج بس أهم شيء زي ما حكينا احذروا من الخلافات أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا يعني بتعطيك تعزيز على أشياء إلها علاقة بالأموال المشتركة فممكن يعني تهتم بمسألة الهلاقة بدين أو قرض أو مساعدة معينة أو أموال الزوج أو أموال ما بتعود لك اليوم ممكن تهتم ببعض المسائل أو ترتبها بشكل جيد أو تهتم فيها لإنجازها أو إتمامها الأجواء إيجابية وبتدعمك وبرضه بتعزز من بعض النقاط القوية على الوضع المالي أهم شيء إذا كان في مواضيع الهلاقة بالقضايا المالية تهتم فيها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بعطيك مجالات قوية على مستوى الاتصالات البعيدة وتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أمور إلها علاقة بالأجانب أو سفر أو امتحانات جامعية أو إشي إلها علاقة بالمقابلات أو المناقشات الجو داعم وقوي جدا وبدعمك على مستوى هاي المسائل حاول تستغلها بشكل قوي إما لزيادة معدلاتك أو لزيادة كفاتك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك برضو على مستوى بيت السمعة فممكن اليوم تعزز من علاقاتك وأشخاص اللي أنت بتعرفهم وممكن تنجز بعض الأعمال بمساعدة بعض الأشخاص أهم شيء أنه أنت يعني يكون لك اهتمام خاص بمعارفك وممكن تستغل واسطة أو نصيحة من بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء بتدعمك على مستوى بيت الأصدقاء وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبينهم فاليوم ممكن تسعد بلقاء صديق أو مقابلة معه أو تحالف ما وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء يعني الأجواء فيها إيجابية شيئا ما أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا تنساش أنه هو برج الجدي بيت متاعبك فعشان هيك يسبب لك نوع من أنواع التوتر براكم بعض الأعمال اللي عندك بيخليهاش تمشي بسهولة برضو بضغطك على المستوى المالي والنفسي وبضغطك على المستوى الصحي فهدولة الثلاثة بدك تكون حذر منهم تراقبهم يعني لأنه المتاعب رح تجيك من هدولة الثلاثة برج الحوت طبعا اليوم القمر انتقل للبيت الثاني وهذا بعطيك دفعة أعلى ونفسية أحسن وبدعمك بشكل أقوى اليوم يعني بتحس أنه استقرت الأمور أو رجعت لنصابها أو بمعنى آخر أنها ترتبت بالشكل اللي أنت بالدكية عشان هيك يحاول تستغل اليوم هاد بكل طاقته الإيجابية اللي رح تكون معظمها لصالحك أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا هنا إحنا بنحكي عن بيت المال القمر موجود فيه والمريخ موجود فيه فعشان هيك بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي ومنكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية ممكن تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية اعمل بجدية ونظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة والمصاريف الزائد اللي مائلها داعي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات والتنقلات والنزهات والرحلات وأمور إلها علاقة حتى بالإقناع وسرعة البديهة عندك عالية جدا ولكن المشكلة بسيطة أنك عصبي جدا إذا حد خالفك أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا على مستوى البيت الأجواء مستقرة اليوم في نوع من أنواع التوافق أو التقابل أو التلاقي ما بينك وبين أفراد العائلة وممكن تنجز بعض الأعمال المنزلية أو العائلية أو تنشط بمسألة اجتماعية ممكن يظهر خلاف أو نقاش أو حوار ممكن تكون أنت طرف فيه أو تشارك فيه أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا بدكوا تديروا بالكوا بشكل كبير هذا البيت الخامس بيت العاطفي والزهرة موجودة فيه وحكينا إيش التأثيرات للزاوية اللي رح تتشكل فعشان هيك ديروا بالكوا من علاقات عاطفية وديروا بالكوا على علاقاتكم العاطفية لأنها عرضة للانفصال أو لمشكلة يكون لها توابع طويلة للفترة القادمة فبتكونوا حاذرين جدا 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 وما بنصح ببداية علاقة عاطفية بالفترة هاي لأنه في الزاوية هاي إذا بدأت علاقة عاطفية يا بتكون استغلال لإلك يا بتكون ضدك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا هنا بتحكي عن العمل فممكن تنجزوا بعض الأعمال الضرورية والمهمة اليوم وتنظموا شؤونكم وأعمالكم علاقاتكم جيدة وممكن أشخاص تساهم أو تساعد في إنجاز بعض الأعمال ولكن الأهم تراقب وضعك الصحي من بعض التقلبات أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء بتدعمك بشكل قوي على مستوى بيت الشراكي والتلاقي والتقارب ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الزوج أو تطوير علاقة لمرتبة الارتباط أو الزواج بالفترة هاي شوفوا المتناقضات يعني واحد بيقربك بين الحب واحد بيبعدك وبيحذرك من الحب شو عمل أنا هيك الكواكب بتحكي أهم شيء أنه طاقتك يعني تحافظ عليها لأنه هاي بتهدئ من طاقتك شوي فبتصير عرضة للأمراض أو للتعب الصحي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة أو أموال الغير على مستوى تحصيل مكاسب مالية أو حقوق لا إلك أو ديون بدأينها لأشخاص بتستردها اليوم أي مسألة إلى علاقة بالقانون المالي حاول أنك تهتم فيها انكاميرات نفقة حقوق الغير متطلبات مالية اهتم فيها وابتعد عن المصاريف لأنه الفترة بتحمل أعباء بالمصاريف إما بيتية أو صحية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء روتينية على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الدراسة الجامعية أو الامتحانات أو القضايا القضائية روتينية بتتعامل فيها على حسب طبيعتك يعني ما في أي تأثير للكواكب اللي نقول لك هاي بتعطيك إيجابية ولا هاي بتعطيك سلبية على طبيعتك تتعامل فيها أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة تقريبا إيجابية وبتدعمك بقوة فعشان هيك تقدر تدافع وتعزز سمعتك بشكل قوي وبرضو ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة إما بالعمل أو بزملائك بالعمل يا لقاء يا اجتماع يا اتفاق يا عمل مشترك أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك على مستوى العلاقات الاجتماعية أو الأصدقاء فاليوم ما بصلك خبر معين أو بتتسرب لك معلومة معينة أو بتنشط بلقاء الأصدقاء أو بتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو بكون عندك الجمعة في البيت أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب ما في أي تأثيرات للكواكب يعني بساعدك على إنجاز بعض الأعمال والاهتمام بالصحة بشكل جيد وبرضو ما بعمل نوع من أنواع المصاريف لزيادة أو قلق على صحة أحد الأحبة أو أحد المقربين لا إلك فقط لا غير هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر